الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدات المجاهدين ومن سار على نهجهم وأنار ظلمة دنياه بأنوارهم إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الحق وأهله على الباطل وأهله اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين اللهم ولي أمورنا أخيارنا ولا تولها أشرارنا اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المعتقلين المظلومين وارددهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام في هذا المجلس الجديد المبارك من مجالس شهر رمضان الكريم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أياما معدودات تقبل الله مننا وميكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل منا ما مضى من هذا الشهر الكريم وعنا على ما بقي منه من الطاعات بما تحبه منا وترضاه لنا يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الكرام كنا قد تكلمنا عن فضائل الدعاء قبل يومين ووعدناكم أن نتكلم عن أمور متعلقة بأحوال الدعاء كمواضع الإجابة وموانع الإجابة نسو الله تعالى السلامة والعافية وما يتعلق بالدعاء فسنتكلم إن شاء الله اليوم عن مواضع الإجابة الله سبحانه وتعالى تعهد أن يستجيب لعباده لكن هناك مواضع الإجابة تكون فيها أرجاء أفضل منها مواضع أثناء عبادات منها مواضع في أيام معينة منها مواضع في أحوال معينة للدعي فمن هذه المواضع الصيام أثناء الصيام يستجاب الدعاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأصناف التي يستجاب لهم الدعاء فمن ضمنها قال الصيام هناك أمران متعلقان بالصيام يعني موضعان من مواضع الدعاء متعلقان بالصيام أولهما أثناء الصيام والثانية عند إفطار الصائم عند إفطار الصائم هذا أيضا من مواضع الإجابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة لا ترد فرمضان بسورة عامة ظرف إجابة حتى المفطر إن كان إفطاره بعذر كالإنسان الكبير أو المريض أو المرأة الحامل والمرضع وإلى آخره أو المرأة المعذورة بأيام عذرها كلهم رمضان ظرف إجابة يعني هو ليس طبعا بالله شك الصيام يعني عمل يضاف إلى الظرف الظرف هو رمضان والصيام عمل في رمضان فإذا كان الإنسان مفطرًا بعذر على الأقل عنده ظرف رمضان ليلا ونهارا من مواضع إجابة وبالنسبة للصائم إضافة إلى ظرف رمضان عمل الصوم أثناءه وكذلك عند الإفطار منه ومن مواضع الإجابة بين الأذان والإقامة وهذا لا يختص بمن حضر المسجد مثلًا إذا لم يحضر المسجد لعذر كأن يكون مشغلًا بعمل لا يستطيع أن يتركها أو المرأة والمرأة ليست مطالبة بالذهاب إلى المسجد وإذا ذهبت هو زيادة خير لكن إذا لم تذهب إلى المسجد في بيتها تعد تقريبًا عشر دقائق بعد الأذان هذا ظرف إجابة لأنه بعدها تكون إقامة الصلاة بالجماعة في المساجد فبين الأذان والإقامة طبعًا آكد هذا آكد لمن في المسجد هذا آكد لكن الذين لم يحضروا الجماعة لعذر لعذر كذلك يستجاب لهم فعلى الأخوات اللواتي في البيوت إذا سمعتن النداء الأذان وإنتن لستن مطالبات بصلاة الجماعة فباشرن بالدعاء عند سماع الأذان وبعد الأذان هذا الظرف بين الأذان والإقامة كذلك هو موضع من مواضع الإجابة ومنها عند جلسة الخطيب بين الخطبتين في صلاة الجماعة هناك خطبتان يخطبهم الخطيب يعني يخطب أولاً ثم يجلس جلسة يسيرة دقيقة أو دقيقتين ثم يقوم بعد ذلك ويكمل الخطبة والدعاء إلى آخره فعند جلوس الخطيب بين الخطبتين كذلك موضع من مواضع الإجابة وهذا طبعاً يختص بالذين في المسجد والذين يعذرون من صلاة الجماعة ويسمعون الخطبة بمكبرات الصوت أيضاً إذا جلس الخطيب إن شاء الله يتاح لهم إذا سمعوا الخطيبة سكت هذا السكوت اليسير بين الخطبتين كذلك هذا موضع من مواضع الإجابة ومن مواضعها عند نزول الغيف عند نزول المطر عندما ينزل المطر نستشعر رحمة الله لأن المطر رحمة ونستشعر بأن الله راض لأن من علامات غضب الله وسخطه على عباده أن يحبس عنهم المطر ومن ثم غضب الله سبحانه وتعالى على قوم فرعون في زمن يوسف عليه السلام فحبس عنهم المطر ثم بعد ذلك أغاثهم الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكاة إلا وحبس عنهم القطر ولولا البهائم لم يمطروا يعني كأن الله تعالى يقول البهائم أكرم عند الله من تارك الزكاة لماذا؟ على وجه تارك الزكاة يحبس المطر وعلى وجه البهائم ينزل المطر أيهما أكرم عند الله البهائم أكرم ليس عندها عقل فتاصي أما هذا أعطاه الله العقل وأنزل له الشريعة وبيّن له الحلال من الحرام ورغم ذلك عصاه وحبس حق الفقراء فحبس الله تعالى عنه المطر فعندما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم حبس المطر بالغضب على مانع الزكاة إذن فنزول المطر يعني الرحمة وبما أن الرحمة تنزل فيعني أن أبواب الرحمة مفتوحة لذلك يستحب الدعاء ويستجاب من مواضع الإجابة عند نزول الغيث ومن مواضعه في الثلث الأخير من الليل لمن؟ للذي يحييه أو للذي اعتاد أن يحييه لكنه عذر منه كالمرأة في أيام عذرها منالك نساء في أيام طهرهن معتادات على التهجد وصلاة الليل وفي أيام عذرهن أحيانا يستيقظن لكن لا يستطيعن الصلاة يمكنك أختي أن تقومي وتستغفري أنت ممنوعة من الصلاة لكن لست ممنوعة من الاستغفار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا إنسان دعى في ذلك الوقت في وقت السحر والسحر هو الثلث الأخير من الليل متى تبدأ؟ يعني متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ يختلف بحسب مواسم السنة بحسب الدول لا يمكن أن نذكر ساعة معينة لكن يمكن أن نعرف إذا عرفنا وقت غروب الشمس الذي هو أول الليل وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر هذا الوقت نقسمه ثلاثة أقسام فكل قسم منها ثلث فالقسم الثالث هو السحر الثلث الأخير من الليل كل أوقات الليل مستحبة للعبادة للقيام للتهجد لكن الثلث الأخير أفضلها وصلاة التهجد في ذلك الوقت من أعظم مواضع الإجابة والذي تنال فيه المطالب العالية هناك مطالب يسيرة وهناك مطالب عالية يعني في عقلنا يصعب تحقيقها لا نقول يستحيل لا يوجد على الله تعالى شيء مستحيل ولا حتى صعب لكن في عقولنا أحيانا نستصعب أشياء ونستسهل أشياء هي كلها عند الله تعالى في الحال واحد لكن في عقولنا في مداركنا في الأخذ بالأسباب بعض الأشياء نستصعبها نستصعب تحقوقها وبعض الأشياء نستسهل تحقوقها صلاة التهجد تنال به المطالب التي نصعب تحقق التي يصعب على عقولنا تحققها إذن تنال به المطالب العالية كان أعلى مطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله الشفاعة العظمى قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شيء اسمه الشفاعة العظمى توجد شفاعات صغرى يوجد مثلا نبي يشفع لبعض قومه شهيد يشفع لأهله عالم يشفع لأهله صديق صالح يشفع لصديقه طفل يشفع لأبوه ممكن لكن الشفاعة العظمى التي تعم الأمة كلها إما أن يدخل الجنة بغير حساب أو أن يحاسبوا ثم يخرجوا من النار لا يوجد نبي أن كل أمته يعني لا تخلد في النار كثير يعني كل الأنبياء أهل المعاصي قد يخلدون في النار أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مطلبه من الله أن أمته إما أن تدخل الجنة بغير حساب أو أن تعذب على السيئات ثم لا تخلد في النار هذا يسمى الشفاعة العظمى والتي هي المقام المحمود والتي هي مقام الوسيلة والفضيلة والتي هي الدرجة الرفيعة فكان يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطلب منا أن ندعو الله له أن يؤتيه لذلك يقول من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الوسيلة لكن لأجلنا هو بلغ القمة في المقامات والمراتب لا يحتاج شيئا لكنه يحتاجها لنا صلوات ربي وسلامه عليه لذلك قال من دعا لي الوسيلة حلت له شفاعتي فنزل قوله تعالى بعد أن كثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لهذا المنصب العظيم لأجل أمته جاءته البشارة بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا متى يطلبه في التحجد في صلوات النفل عند التحجد نعم فهذا موضع عظيم من مواضع الإجابة منها أيضا في أدبار الصلوات بعد كل صلاة الفريضة آكد لكن النافلة أيضا بعد الصلاة يستحب للإنسان أن يدعو بعد الصلوات المفروضة كذلك في النافلة لكن المفروضة آكد روية أن الإمام عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه الإمام الجليل العظيم المفسر المحدث الفقيه الكبير تلميذ الإمام أبي حنيفة كان يجلس في صلاة الجماعة كانوا في صلاة الجماعة فجلسوا في التشهد الأخير في التحيات سلم الإمام وإذا برجل كان يجلس قربه فقام مباشرة بمجرد أن سلم قام فأمسكه الإمام من ثوبه قال اجلس أما لك عند الله حاجة خلاص المشتغني لا تحتاج الله لا تحتاجه في طلب مغفرة في استغفار في طلب رزق على الأقل في أمور الدنيا ليس عندك حاجة قال اجلس أما لك عند الله حاجة هذا موضع من موضع الإجابة لا تضيعه فكذلك إذا سلمت اعلم بأنك لا تزال في حوطة نورانية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى فارفع يدك ومن مواضع الإجابة أيضا ساعة من الجمعة لا ندري ما هي أخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة من دعا الله سبحانه وتعالى استجاب له أغلب التفاسير وحسب الروايات والنصوص أنها آخر ساعة ومقدار هذه الساعة آخر ساعتين بحساباتنا هذه الساعة ذات الستين دقيقة بحساباتنا تقريبا هي ساعتان يعني بمعدل مئة وعشرون دقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة اثنة عشرة ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد بدعاء إلا واستجاب الله له قال اثنى عشرة ساعة وبحسابنا اليوم أربعون وعشرون ساعة فعندما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن اثنة عشرة ساعة يعني تعادل في زماننا ساعتين لذلك كان السلف الصالح إذا صلوا صلاة العصر من يوم الجمعة يعني انعزلوا عن الناس وما زالوا يدعون الله من خيري الدنيا والآخرة إلى أن تهرب الشمس ويقولون هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء للإجابة وكان من يطلب منهم الدعاء يسجلون اسمه يسجلون اسمه فإذا كانوا في الساعة الأخيرة من الجمعة بين العصر والغروب دعوا الله سبحانه وتعالى للناس ودعوا لأنفسهم من خيري الدنيا والآخرة ومن مواضع الإجابة عند مساعدة الناس عندما تساعد الناس سواء في مال فقير أعطيته مالا تصدقته أرسلت المال بيدي إنسان وقلت له خذ أو أعنت وجدت إنسان يريد أن يحمل متاعا وكانت ثقيلة فأعنته عليها كنت تمشي في سيارة فرأيت إنسانا في شدة الحر أو من التعب أصعدته معك في السيارة وذهبت به أو إنسان سألك تصل بك بالهاتف قال عندي سؤال عندي سؤال حتى وين كان سؤالا يسيرا وين ألقي فلان حاجة يا محل قالت تلقابل محل الثاني أو وحدة أم بيت تسأل أم بيتها الأخرى حجية تسأل حجية تقولها أردأ ركب فلان حاجة لا ولا الحجيات خبيرات النسوان ها الوقت اللي بالطبخ يحتاج له المشهورات الحجيات خبيرات تخابر تقولها شوان أطبخها إلى الطبخات تقولها كذا بالطريقة كذا هذا ما هذه مساعدة عندما تساعد إنسانا عندئذ أدعو الله لماذا لأن الله في هذه الحالة سيكون معينا لك على ما تريده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما دمت أنت في حالة إعانة لأخيك ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي طريقة الإعانة بأي شيء تعينه بالمال تعينه بموقف تعينه بقوتك تحمل عنه شيء شيء بسيارتك تعينه بالكلمة والنصيحة بالتعليم بأي شيء كلها يعانة في تلك اللحظة التي أعنت بها أخاك الله تعالى سيعينك فاستغل نزول المعونة الإلهية واطلب من الله ما تشاء فهذا موضع عظيم يغفل الناس عنه ومنها عند زيارة المريض لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي من زار مريضا وجدني عنده ما معنى وجدني حشا لا نقصد أننا نجد الذات فالله تعالى لا يحويه مكان لكن نقصد نجد رحمة الله نجد معونة الله نجد إجابة الله للدعاء عند زيارة المريض وأخيرا وليس ختاما هناك مواضع أخرى لكن لو ذكرناها كلها سيطول المقام يعني الإنسان لو قرأ وكتب الآن في الانترنت مواضع إجابة الدعاء سيجد كثيرا عند ذكر الله لأن الله تعالى يقول أنا جليس من ذكرني والله تعالى يقول أذكر الله يذكركم فاذكروني أذكركم يقول الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا بمعنى عندما تذكر الله الله تعالى يذكرك أنت في ستكون في حوطة نورانية من ذكر الله سبحانه وتعالى لك من ذكر الله لك إذا ذكرته والله جليس من ذكره بمعنى يستجيب له يقضي أمره يؤدي له حوائجه فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى أذكر أذكر ثم اقطع الذكر وادعو ثم بعد ذلك استمر بالذكر وهكذا كانت هذه بعض المواضع التي يكون الدعاء فيها أرجى للإجابة جعلنا الله وإياكم من أهل الإجابة والإنابة نكتفي بهذا القدر لنعرج بعد ذلك إلى ركن الفتاوى أما الآن فنأخذ فأصلا نستغلو بالاستغفار وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر الله وادعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إخواننا الكرام مرة أخرى وصلنا إلى ركن الفتاوى نستقبل أسئلتكم على أرقام الهواتف التي ترونها أمامكم على الشاشة على الهواء مباشرة كذلك نستقبل أسئلتكم من خلال التعليقات على صفحة قناة الفلوجة الفضائية في منصة الفيسبوك والتي يبث فيها الآن برنامجنا بثا مباشرا وعلى بركة الله نعم الأخت أو الأخت أو هكذا يقول قبل ثمانية شهور توفي والدي بمرض الكورونا صلى الله الرحمن وكان قبل وفاته قد فقد الوعي لعدة أيام لم يستطع أن يوصي ولم يتكلم وأريد أن أعرف هل هو راضا عني وعن إخواني وهل هو يعد من الشهداء طيب أولا مسألة بما أنه لم يتكلم ولم يوصي فلا توجد وصية بما أنه لم يوصي لا توجد وصية ويتصدق بالمال أو بجزء من المال لأن الإنسان إذا مات مباشرة مباشرة انتقل المال إلى الورثة ما عاد مالكا بعد أن يقسم بإمكانك أنت أن تتصدق بروح أبيك وجزاك الله خيرا لذلك بما أنه لم يوصي لا توجد وصية أما كيف تعرف أنه راض أو غير راض هذا يحدده تصرفك معه فإذا كنت تتصرف معه ببر وإحسان وطاعة فبالتأكيد هو راض عنك وأما إذا كان الإنسان عاقا ولم يتدارك أبوه أن يهبه وأن يسامحه فموقفه عظيم وصعب لذلك على الإخوة إذا كان عندهم مخالفات لآبائهم فليعلموا بأن أباهم ليس راضيا عنهم وكذلك الأم يعني التصرف غير قلب هناك إنسان يموت في القلب لم يكن راضيا عن تصرفات ابنه حتى وإن كان يجامله حتى وإن كان يطيب خاطرة لأن بوجود الشفقة والرحمة لكن القلب لم يكن راضيا عن التصرفات احذر أن يموت أبوك قبل أن يسامحك أو أن تموت أمك قبل أن تسامحك الموقف سيكون عصيبا لأن الإنسان إذا مات أبوه أو أمه وليس راضيا عنه فهو عاق والعاق ليس مشمولا حتى بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمره عظيم الذي يستطيع أن يفعله العاق بعد أن ندم بعد أن توفي أبوه أو أمه أن يكثر ما يستطيع من إهداء الطاعات والمثوبات والصدقات والدعوات لهم عسى لما يجدون هذا في القبر أن يسامحوه يوم القيامة لما يجدون الحسنات تأتيهم في القبر أن يسامحوه يوم القيامة وإلا فموقفه عصيب أما مسألة هل يعد من الشهداء إذا كان هذا بالبطن فالمبطون إن شاء الله شهيد الأمر عند الله سبحانه وتعالى طيب مصطفى بغداد تفضل اتصال مصطفى شوالك 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 أهلا وسهلا يا مرحبا أهلا تفضل الفطر جهد الفطر النفر جهد رحمة الوالد صدقة الفطر 1500 دينار عن النفر عفوا الفطر الفين دينار الفدية 1500 عن اليوم أما الفطر عن النفر 2000 دينار مو باليوم أكو ناس عبالهم باليوم 2000 دينار لا ما للشهر كله عن كل نفر 2000 دينار زين عيني نعم أختك وياك بالبيت ولا عازلة أختك بالبيت ولا عازلة عازلة إذا كانوا محتاجين نعمة يصير تعطيها إذا كانت حالكم ضعيفة أعطيها هياك الله أحمد من الموصل تفضل أهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كريم شيخ علينا وعليكم يا ربط قبل الطاعات شيخ أحمد كم سؤال عنه فضل أحنا عدنا يعني طبعا نحافظ اثنين وعلى بأحد القرى أهلو السلام حياك الله أدنا يصيحون سحور يعني بلأ الإمام بلأ بالجامعة أدنا ثلاث جوامع أخنا بالغرية طيب فأكو جماعة يختلفون عليها أكو عدني يصيح سحور زيان بأحد الجوامع والجوامع البغية ما يقبل يصيحون يقولون هذه البدعة والله ثمرون بسالفة فأحنا أي الأصح تمام أخي تسمعوا للنداء تسمعوا لي جاء الجواب نعم نعم وعندي زوجة عمي مات قطع الصوت مصطفى مصطفى تسمعوني تسمعني قطع صوتك ورجع تفضل زوجة عمي مات حرف تغرأ أمي فتأشر بالقرآن تأشر على الكلمات هذا جائز غير جائز طيب أول الله أجر طيب يعني تنظر تنظر مو بس بأصباح تنظر إلى الكلمات اللي تأشر عليها صحيح؟ نعم تنظر وتأشر يعني بأصباح على الكلمات طيب 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 ماشي عن تسمعوا لي جاء بها أم مهند من الأنبار تفضلي أختي نعم تفضلي أنا عندي سؤال تفضلي ابني ابني مخطف قبل 16 سنة هو ما يصم ولا يصلي يعني يصير يندز على حجه ترام طيب أيضا وسؤال آخر أنا عمري 9 سنين ووالدي دزتوية زازين صغار وحطيتهم على شات الساجة مع المي ورحت عبرت الساجة وليقيتهم واقعات ورايحات اللي يصيبني ثم منهين أنا قفلة أنت ما كنت قفلة تذبهم بالمي؟ لا والله ما كان ما كان قفلة هذي بني بالمي طيب أيوة ما عليك كلش كلش ما عليك كلش ما عليك لا إثم ولا كفارة الحمد لله أهلا وسهلا أبو شيما من بغداد تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شونك دكتور شون الصحة الحمد لله بخير الله يحفظك يا طيب أنا كل ما تطلع أنت أدعي لك الله يحميك من الوباء ويحميك من شربا يا دام وحنا نحبك الله يبارك بيك ويرضى عنك والله دعواتكم نور على الطريق إن شاء الله جزاك الله وخيرا كل ما يقفل برنامج ندعي لك وكل ما قفل ندعي لك الله يزيكم خير بارك الله بيكم طيب الله وانفاسك إليك بعنق دعوة إن شاء الله بظهر الغير لك عندي سؤال إليك فضل عني أنا عندي فلوس ضامعة ودورات أزكية قبل ما يحول عليها الحول أشوف ناس مثلا محتاج أعطيهم ويقبوا ما يحول الحول عليها إيصير لا يتقبل منك إيصير وإن تطيك التفاصيل إن شاء الله ابتداء أن يصير إيصير يعني إيصير يصير نعم إيصير حتى لو قبل سنتي أن يصير بس الآن نطيك التفاصيل بس أصبر أه رحمه الله واجهك جزاك الله يفكر يا طيب حياك الله طيب الله وانفاسك مع السلام مع السلام عيني حياك الله أبو محمد من إديالة فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير الله يسلمك أعزك يسلمك شلونك والله إن شاء الله بخير أنت شلونك بارك الله بك شيخ الله يشهد أن أنا أحبك من متابعينك أحبك الله بارك الله أنا والدي والدي يسلم عليك عليك وعليه السلام سلمنا عليك الله يسلمك يا أعزك بارك الله بك شيخ عندي سؤال إن شاء الله بارك الله بك شيخ الحكم تأخرت إن تأخر بنمساق يعني صار نهارين سبب يعني ما عرفت لا أجبت القائمة وني متأخر يعني تغريب أن أتأخر عشر دقائق أنا ولا مثال خط يعني أنت تسمع الأذان ولا لا ما أسمع لا والله اليوم أنا أجبت الشي اسمه الجدول يعني كنت أظن كنت أظن بأن الليل مستمر نعم كنت أظن يعني جاعد بل شون نقول ما أسمع بل بيت يعني صوت الآذان ما أسمعها وما محاس يعني اليوم جبت الظون أتأخر عشر دقائق وراء المسال طيب بارك الله بك شيخ عندي ابن خالي خالي ما اخي العامتي زين وعدها ولد ولد عند زلمة طيب وش اسمه الزيت لقاها تشم نوبة خابر يعني زلمتها ايه لقاها نوبة وعفة عنها يعني تخابر مع رجل رجع يعني بس عفة عنها ولا النصحها او هددها ربما لو بس قلها بعض لسويها نصحها نصحها يعني حالو ذا ورجع وردت الناط خاضر يعني يعني وبعم ابنها وضربها يعني بالناط الثاني اليو اخوها اخوها ابنها ها يعني الام اللي تخابر نصحها الام اللي تخابر ايه طيب وقام زلمتها وضربها يعني زين بس فهم المره المره اللي قواها تخابر على رجال هي المره من الزوجة ايه من الزوجة وعد هذلم ابنها اللي ضربها يعني ايه ابنها زين زين ويعني اللي قواه ذا النوبة الثانية تظلمت هذا ما اضاية فعلي يعني شي سوف الحكم شن هالحكم ما يريد مثلا يشير ذنيب ما الحكم ياخذ تلفون منها ما يخليها تلزب تلفون بعد يعني هذا النوبة الثانية هالطارك لاحظ لاحظ هناك انسان يأتي بالامر بالمعروف يأتي بالنهي على المنكار يأتي بالكلمة طيب وكو انسان ما يجي يعني شان استعت على روحها ابنها زلمة وجايد خابر يعني اول هذه تعد خائنة تعد خائنة لزوجها وقبل ذلك يا خائنة لله و لرسوله لان شرف المرأة امارتهم من الله عندها حتى الرجل ايضا على فترة طيب فالحل الافضل ياخذ منها الهاتف يعني وما عنده قدره الاب ان ياخذ زوجها ما عنده قدره انه يمنع زوجته من مسك الهاتف اذا ما عنده قدره اذا ما عنده قدره ان يمنعها من مسك الهاتف اذا هذا ما عنده حل لان اذا كان هذا الامر ما يقدر رح تاخذ كلمتها هذا ما رح يكون رجل الى ثقلة بالبيت ولا رح يكون رجل الى وزنه بالبيت إذا ما يقدر يمنع زوجته وطبعا إلى مبرر هو مو مجرد الشك ولا لمجرد بحجة الغيرة والحرص لا الهاتف ما بيشي الهاتف ما بيشي المرة إذا كانت محافظة بالعكس يعني هو لازم يكون تواصل بين الرجل والزوجة لكن إذا اكتشف خيانتها وأكثر من مرة يعني شنو من عين رجلش ديرابيت وعيلتش ديرابيت وهما رجعت أنه بتكررين هذا الأمر ماذي الصلافة والوقاحة واضح أخي الكريم لا هو الولد لا يحق له أن يضربها بالنسبة لولد اللي يضربها ما لا حق بلا شك هذا يكون عقوق منه موجود أبوه موجود اللي هو زوجها الابن يضرب لا لا يجوز الابن أن يضرب الابن يحق له أن يأخذ الهاتف من أمه الابن إذا كان قوي وإلى ثقالة بالبيت من حق يأخذ الهاتف من أمه هنا ما يكون عاق هنا عمل بمصلحة أمه عمل بصلاحها في الدنيا وفي الآخرة ففي الدنيا أخذوا الهاتف أحفظوا لشرفها وفي الآخرة هي عاصية مرتكبة كبيرة بهذا العمل مرتكبة كبيرة عاصية لله مغضبة لله سبحانه وتعالى هو يريد أن نجيها من هذا الإثم يأخذ من الهاتف نعم يصير الابن يأخذ الهاتف من أمه ويمناعها من مسك الهاتف يعني لو كانت أم لنقل تشرب خمر وأخذ ابنها الخمر وكسر نقول ليش تكسرها لا بالعكس هو أنقذ أمه منها المعصية فأخذه للهاتف منها أيضا مثل ما لو ما أخذ منها بطل خمر لينقذ أمه وهذا ما يكون معصية لكن ما ليضربها لا لا ما ليحق يضربها الابن يضربها الأم لا 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 يجوز ذلك لا لا يجوز ذلك هي عاصية مرتكبة كبيرة لكن ما الابن يضربها لا لا ليس إلى هذا لو تكفر ما يضربها لو تكفر ما يضربها واضح ما يضربها لا لا لكن من حق أن يأخذ منها الهاتف وكذلك زوجها إذا كانوا وزنما شنو مريض شنو ما مو عذر هذا حوله لقوة الله بالله حلالي العظيم طيب بس بس خلي بس هم هم تأكدوا من هذا الشي يعني هي اعترفت نعم يعني هي اعترفت على أول وحتى الثاني يعني اللي قرأت الأول اعترفت عليه يعني هم طيب يعني ما ظلمي هالناس يلا نعم تفضل السؤال آخر شو يخل جسمه النبي ناقته يعني ما هي اسم ناقة النبي القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أين ذهبت وعها طيب تسمع الجابة إن شاء الله بارك الله بك لأن عندنا اتصال معلق من بداية اتصالك تقريبا أم محمد بن فلوجة تفضلي العذرين كان اتصالك معلق افتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير الله يحفظكم يا رب علينا وعليكم عيد علينا وعليكم يا رب اليمن والإيمان والسلامة والإسلام والله كلنا نحبكم منتابعينك الله يحفظكم يا رب في احنا عندي سؤال والله بارلي أنا مريضة بالكريات سوى الله لك العافية سوى الله لك العافية طيب تسألين وين تودين الفدية نجيب على الأسئلة أخي المخرج أوقف الاتصالات صارت كثيرة بالنسبة لأخ الذي ذكر أن هناك بعض المساجد تنادي السحور تنادي سحور سحور أو تنادي امساك امساك وبعض المساجد لا تنادي تقول بدعة يا إخوان البدعة إنما تكون في العبادات وليس في العادات فهذا الذي يقول سحور كأنما هو يعني ليس العبادة هو مؤذان ولا قراءة قرآن ولا ذكر إنما تنبيه يعني أسأل له واحد يجيد وقال باب عليك يقول لك أقعد أقعد أنت نايم أو لو أنت يا رجل أخوك أو أو ابنك أو شخص بالبيت تريد قاعدة يقول لك وقعد تسحاب بدعة لا مو بدعة أنت دعت نبها أنت موقعا بعبادة ولا شيء أنت دعت نبها هذا كذلك دع نبها الناس النائمة ما لها علاقة بالبدعة البدعة يا إخوان إحداث عبادة تغيير في صيغة عبادة إلى آخره هذا ليس تعبدا هاي لأنه داي يقوله بسماعة الإذن نفسها هذا متعبد لا ما بيشي ما بيشي أن ينادي سحور وينادي إمساك بمعنى اقترب الإمساك ما بها أي مشكلة ليست بدعة ولا علاقة لا بالبدعة والذي قال بدعة هذا لا يعرف ما معنى البدعة في الشريعات الإسلامية نعم وذكر بأن إحدى نسائهم الكبيرات بالعمر لا تجدوا القرار الكتابة تؤشر بأصبوعها وتنظر إلى كلمات المصحف هل لها أجر؟ نعم لها أجر النظر إلى المصحف لأن النظر إلى المصحف عبادة ذكرت بأن ابنها خطف وهو كان لا يصلي ولا يصوم هل يجوز أن يبعثوا له حجة؟ نعم ابعثوا له حجة الذي لا يصلي ولا يصوم عاصي مرتكب كبير لكنه ليس كافرا كثروا له من الطاعات لأن موقف تارك الصلاة والصيام حقيقة عصيب عصيب عند الله سبحانه وتعالى لذلك كثروا له من الطاعات عسى أن يهوين الله عليه ذكرت أنه وضعت قططا في مكان ثم غرقت أو كذا بما أنك لم تقصد إذا أهن لاست آثمة من ناحية من ناحية الثانية أنت لم يجري عليك القلم تسع سنوات لم يجري عليك القلم وعلى أي حال حتى لو كنت كبيرة ما دمت لم تقصدي إذا أهن فلاست آثمة مسألة تقديم الزكاة قبل الحول سأل أخ يجوز تعجيل الزكاة ولو إلى سنتين شلون يعني؟ الصيغة كالآتي الطريقة كما يلي إنسان يطلع الزكاة في رمضان متعود كل سنة زكاة في رمضان مثلا لقى ناس محتاجين في ربع الأول يعني قبل رمضان بأربع خمسة شهر أو ستة تقريبا لقى ناس محتاجين ورد ينطيهم زكاة طيهم زكاة من يجي رمضان سقط هاي الزكاة من زكاتك مثلا تكونت تملك مليون دينار شقد زكاتك خمسة وعشرين ألف إنت سابقا شنت مطلع عشر تالاف شقد عندك الآن مليون طلع خمسة عشر ألف عشر تالاف طالع مقدما نعم يصير تخرج قبل موسمها ولما يجي الموسم يعني تخرج الباقي فقط وإذا كنت مطلعها لقدام طلعت خمسة وعشرين ألف جي الموسم تزكاتك مليون شقدت خمسة وعشرين إنت مطلع الخمسة وعشرين خلص سقطت عنك سقطت عنك ويصير ما سنتين ما سنتين لقدام نعم يجوز ذلك ولا مشكلة الأخ الذي كان يأكل ظنا أن الليل مستمر بما أنك كنت تظن أن الوقت ليل فليس عليك شيء إن شاء الله ناقة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها القصواء وهي سيدة النوق وأفضل النوق كان لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبها في الأحداث المهمة وهي الناقة التي أهداها أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة هاجر بها عليه الصلاة والسلام وقاتل بها في معركة بدر وأرسلها مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يوم البراءة وذهب بها في فتح خيبر وفتح بها مكة المكرمة وكان يأخذها معه في المشاهد كلها بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم صارت الناقة في حما يعني لا أحد يركبها ولا أحد يؤذيها ولا أحد لكنها كان يسمع لها خوار أشبه ما لو كانت تبكي حتى هزلت وضعفت وما عادت تأكل شيئا كانت ترى على أطراف المسجد النبوي وعلى أطراف المدينة المنورة وكان يؤتى لها بالطعام فتحرف رأسها ولا تأكل حتى هزلت وبان هزالها يعني بان ضعفها ثم ماتت بعد ذلك ودفنها الصحابة على أطراف المدينة المنورة نعم كم الفدية الفدية 1500 دينار من أراد أن يعطي طعاما فمن الحنطة مثلا من الطحين يعني كيلو ونصف عن اليوم الواحد مقدار صاع كيلو ونصف عن اليوم الواحد من طحين أو من روز أو من تمر ومن أراد أن يدفع مالا 1500 دينار عن اليوم الواحد يعني الشهر يكون 45 ألف دينار عن الشهر كامل يمكن أن تخرجوها جملة واحدة ويمكن أن تخرجوها مجزئة يمكن أن توزعها على فقراء بشرط اللاتق الحصة الواحد عن 1500 تمام لما تعطى؟ تعطى الفقراء والمساكين والمحتاجين ويجوز أن تعطى للإخوة والأخوات إذا كانوا عازلين ليسوا تحت نفقتك نعم أخي المخرج افتح افتح باب الاتصال نرجع إن شاء الله إلى إلى الأسئلة طيب الأخ حكمة العبيدي يقول أخي عنده حصى في الكلا وعندما يصوم تؤذيه هل يصوم؟ والطبيب قال تؤذيك لا بلا شك مريض الكلا لا يصوم ليس عليه صيام لأنه حتى وإن لم يكن محتاجا للدواء يحتاج إلى الماء باستمرار لذلك ليس عليه صيام ولا قضاء إنما عليه الفدية نعم طيب اتصال أبو عبيدة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله الله يحفظك الله يبارك فيك علينا وعليكم يا رب شيء سواء الحموالي تفضل عيني الله يبارك فيك أنا موت جدتي قبل أشين سنة هيتشي دعت على أذنها يعني قالت أذنها شون ضربها بالصانية ما علي لك شيء دعت عليها قالت إن شاء الله يصلت يعني ودعت عليها قالت إن شاء الله يصير بيك شيء ما تريد تصير بشيء هو حاليا يعني مريغ ومجلوق يعني يعني من الصانية ما علي لأكل مع الطعام مصانية نعم يعني بالشقة ضربها يعني ضربها بص صانية مع لأكل أعرف كانت شقة وياها لما ضربها أو لم تعمد يعني مو شقة لا هي هي عادي شقة وياه هو 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 ضربها منصحيح يعني قالت يعني يعني الشاغت فيه شون يقول كلام يروج منه وقام ضربها بص صانية مع لأكل وهي دعت عليها ضربها يعني إن شاء الله يصير بيك شيء بسماث مو يصير بيك شيء وهو شيخ من ذاكل وقت يعني مريض ومجلوق حاليا مشهور قاعد بالإفراج وهي تقول استحم علي يا ذنب يعني هي ما عليها يا ذنب يا أخي لكن هل هاي استجابة دعواتها نعم نعم لأنه عاق قلنا سابقا طيب نفصل لك بعدين نفصل لك بعدين عندك سؤال آخر أخي أه والله شيخ هي نفس السؤال عد السؤال ثاني تقول يعني استكي حاليا تقول يعني مرات تقول ادعي لأولادي بالشغلات تقول احس ان الدعاء ما جعل استجاب تقول يعني احس الدعاء طيب تسمع العلم هي مريضة يعني مجلوط عميا مريضة بيحس شنو ملتزمة الصلاة ويعني سؤال واضح الآن سؤال واضح حفظكم الله عندك سؤال آخر جزائك الله خير والله يحفظك إن شاء الله وإن وإسلام الله يكرمك يبارك فيك حياك الله أم عمران من الفلوجة أم عمران من الفلوجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يحييك شيخ عن تقسيم الميراق أبوية توفصل ثلاث سنوات ونص رحمة الله عندك أرض زراعي بدأ قسام نظامي واحد زاعد واحد الولد مثل اللبنية هل هذا يصير بالشرع الأرض طاب أو عقد أميري لا طاب زراعي اسم أبوية طاب زراعي طاب زراعي وعند سؤال عندي سؤال ثاني شيخ دام زحمة عندنا أخويا وأختي توفن قبل أبوية وتخلوهم بالقسام ويقام ينطوهم هذا هذا جائز ينطون الأولادهم يعني إي عندهم أولاد يعني أخويا عند ولد وبنتين وأختي عزة ولا أولاد ثمين طيب هلها يعني أريد تفصيل شيخي يعني أخاب من الحلال ومحرام يعني تسمعين إجابة إن شاء الله سواء الله يكفيكم بحلاله الحرام ألن وسهلا الأخ الذي ذكر والعدنا تصال تصال طيب الخطو معباس تفضلي ومعباس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير الله يحفظكم يا رب سيخنا عندي سؤالين فضلي نعم أريد نسأل عن القرض إحنا بيتنا واضع طيب وما عدنا غير التحاعد نقدر ناخر قرض حتى ندمي بيت أو نشتري بيت طيب بيت ساقط ما عدكم إمكانية لا تعمروا ولا عدكم إمكانية تأجرون لا ما عدنا إمكانية تمام هين عندي أنا ولد كلهم هالساعة طالة طالة حتى المدارس ما كملوها ما عدوا إمكانية يشتغلون عماله إذا دوب إحنا على العيش هين هين حلال لكم القرض إن شاء الله عندي سؤال الله بك يعني ابن الشجير نطلق مصر زين طلقها ورجعها ورجعها طلقها ساعة غضب عانف عليها ثلاثة في الطلاق إذا تريدين فتوى لازم الله هو يتصل إذا يمش خلي أسمع منه الآن أما أنقلش الفتوى وقلش قليله كذا لا فتوى الطلاق ما تنقل ما قدر أطيش فتوى ما قدر نطيش فتوى لا لا ما يصير لأن الغضب درجات أكو غضب معتبر وكو غضب مو معتبر هو ما أكو واحد قاعد يمار تقول الشوان شوان صحت ش انت طالق وغير لازم يكون غضب بس ومو كل غضب غضب أكو غضب الإنسان يفقد يفقد بعقله يفقد بما يقدر سيطرة لسان وكو غضب لا يحكي وكذا وعصبي وقال انت طالق لا مو كل غضب لذلك لازم إلا هو يتصل نعم أو خلي خلي شوف أحد العلماء لازم إمام المسجد اللي يمهم أو كذا يسأل إذا طافت واخذ رجح هو على ساس حكي ويا واحد يعني من برمادي وقال لما دام ساعب يعني غضب هاي سيط خلص إذا كان الشخص أعطافت وخلص ما حاجة لكل الدين تطيفت وإذا واحد طافت وخلص تهل موضوع يعني الشيخ من الأنظار تمام تمام يعني قصدي إذا أعطافت وما كدعي إلا أنا أيضا نعطي تمام بس أهل مدى يقتنعون بهذا الحج أهل البنت اي ما يقتنعون هذا هي مسألة أخرى مهم العالم هاي مسألة التفاهمات اجتماعي انتوا ياهم تمام طيب أشترك أهلا وسهلا طيب الأخ الذي ذكر بأنه دعت عليه أمه أم دات تشاق ويا أم دات مزح ويا زعل ليش تقول لي هي تشال الصينية وضرب أم ما ضرب ها يعني دا يتشاق أيضا ليس مزاحا إنما ضرب ها عامدا فأم دعت عليه دعت عليه أن يصيبه شيء فأصيب بمرض أقعده وأشله الأم تقول آن متندمة هل هذا استجاب لدعاه وهل هي ليست آثمة هي ليست آثمة دعوة احذر يا أخ أن تغضب أمك فتدعو عليك بساعة غضب بساعة غضب باستحقاق أكو إنسان مثلا ما مستحق الدعاء أم تدعي عليها هذا ما يستجاب لكن في حالة استحقاق أنت عقيت أمك أمك دعت عليك هل هذا اللي صار نتيجة دعوتها نعم نتيجة دعوتها احذروا دعوات الأم احذروا العقوق لكن هل الأم آثمة لا ليست آثمة الآن حاول أن تسترضي أمك أن تطلب رضاها وإلا عذاب الآخرة يشد وابقاه هي حلقة إن كان لنا في العمر بقية عن موانع استجابة الدعاء شين الشرات اللي يمكن أن تكون سببا لإعاقة الدعاء حتى نبتعد عنها ونتجاوزها ليستجيب الله تعالى لنا هذه المسألة لا أدري لماذا يستجيب لا يستجيب لكن ربما يكون مؤجلا أولا لكن على الإنسان أن يحذر من هذه الكلمة إذا كان الله ما استجاب دعايته ما استجاب اختيار الله للوقت خير من اختيار ك له ربما الله سبحانه وتعالى يستجيب في وقت هو أصلح لك مما لو أنت استعجلت يعني لو عرضت لنا خبايا الأقدار ورأينا رغباتنا وأقدار الله والله لم اخترنا إلا أقدار الله لأن ه أصلح لنا فإذا الإنسان استعجل وقال لماذا لم يستجب لماذا لم يستجب ربما تحجب عنه هذا من موانع الإجابة يقول نبي صلى الله عليه السلام إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل يقول دعوتي فلم يستجب الله لي إذا قام يقول الله ما يستجيب لي هذا من موانع الإجابة لا تقول إنها الكلمة تمام لعل الله طاب وزراعي الدولة تجري عليها القسام النظامي للذكر والأنثى نفس المقدار والميت الإبنى الميت قبل أبيه يعطون لأبنائه هذا التقسيم باطل حرام العمل به حرام ومن يعمل به يأكل مالا حراما يجب أن يجرى القسام الشرعي متى يكون القسام النظامي صحيحا في الأرض المستأجرة من الدولة يسموه العقد الأميري ليش نقول هذا صحيح القسام النظامي رغم أنه مخالف للشريعة نعم لأن هذا مؤرث الارث يكون للملك أما بالنسبة العقد الإيجار عقد إيجار الأرض ملك الدولة توفل المتعاقد مع الدولة تكون الأبناء نعم هنا نسوي القسام النظامي ليش لأن هذا مؤرث ما نجيب ما نسوي القسام الشرعي هذا مؤرث هذا تحويل عقد إيجار من الأب المتوف إلى الأبناء فمن حق الدولة أن تقول أنا بعد ما توف أبوكم أنا أجرها لفلان وفلان وفلان بالتساوي من حق الدولة هي المالكة هي المالكة فهذا عقد إيجار من سوي على القسام الشرعي القسام الشرعي يكون في الملك الصرف سواء كان طاب بناء أو طاب زراعي فهنا يحرم القسام النظامي الإبن الذي مات قبل أبيه أو البنت التي مات قبل أبيها لا يستحق أولادها شيئا وأما الأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين واحذروا أن تذهبوا إلى القسام النظامي فتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل زين الأخت التي ذكرت بأن بيتهم ساقط لا يستطيعون تعميره ولا يستطيعون التأجير وعندها عائلة كبيرة أغلبهم عاطلون وعندهم راتب تقاعد فقط لا يكاد يكفي المعيشة إذا كان ظرفكم كما تقولين نعم يجوز لكم القرض لشراء بيت أو لتعمير البيت ليس للشيء أخر ليس للتحسين المعيشة لا للبيئة للسكن هذا ضرورة هذا ضرورة أما تحسين المعيشة يمكنكم أن تحسنها بعمل أو نحو ذلك نعم نعود إلى الأسئلة التي وردتنا هنا هنا أخ يسأل يقول نعم هل صحيح أن صلاة التراويح إنما تكون في البيت وليس في المسجد من حيث الصحة صحيحة في البيت لكن ذا تسأل عن الأفضلية في المسجد أفضل في المسجد أفضل نعم طيب أخت تسأل تقول أنا من الموصل وأمي كان لديها راتب شهري وقبل أن تموت قالت بعد وفاتها إذا ماتت أنا أخذ الراتب والعلم أن هذا الراتب بالأصل هو لأخي الشهيد والآن لديه إخوة اثنان أحدهم لا يريد الراتب والثاني يطالبني به ويقول أن يطلب مني أن يعطيه النصف أو أن أسقطه من الحكومة علما أنه وحالته المادية جيدة جدا وهو موظف وبالسبب هذا الشيء قاطعني من سنين ولا يتكلم معي ويقول أن هذا الراتب حرام وأنا أريد أن أحج بهذا الراتب لأمي فلا هذا الراتب حرام علي وأنا أرمل أرمل ولدي راتب رعاية أيضا فماذا أفعل هذا الراتب يعني عليك أولا يا أختي أن تسألي الحكومة فإذا قال الحكومة بأن راتب الأم ينتقل بعد ذلك إلى ابنتها لأن هناك الرواتب أنواع بعض الرواتب بعض الرواتب تنتقل من الأم إلى الأبناء القاصرين أو البنات غير المتزوجات أو الأرامل المطلقات تعتبر غير المتزوجة وبعض الرواتب بمجرد موت الأم ينقطع تماما ينقطع تماما فإسألي الجهة التي تصرف الراتب فإذا قالوا يجب أن يقطع تخبرين بأن أمك ماتت فإذا قالوا يجب أن يقطع يجب أن يقطع هذا حرم عليك وحرم أن ترسل منها حجة وإذا قالوا بأنه ينتقل إليك فهو إليك وأخوك المتزوج ليس له منه شيء زعل ما زعل رضا ما رضا لا يحق له ذلك ولا يحق له أن يغلب طيب انتهى وقت البرنامج وصلنا إلى نهاية الحلقة تقبل الله من نومكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرتجي دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته